هل يمكن كل واحد مننا أن يكون مؤلف إذا واحد اقتنع بأنه يمكن أن يكون مؤلفا يمشي في هذا الطريق والله تعالى يمده إذا واحد ما كانت عنده هذه القناعة لا يمكن أن يكون مؤلفا صاحب الرياض العالم الشهير بعد الثلاثين من عمره دخل في خط العلم وفي طلب العلم بعد الثلاثين كان بايع أكفان أو كاتب أكفان بعد الثلاثين مرة تولدت عنده هذه القناعة أنه يمكن أن أكون عالما وإذا بهذا الرجل يمشي في هذا الطريق ويمشي ويتحول إلى علم من أعلام الطائفة وعنده كتاب من أفضل الكتب الفقهية كتاب الرياض هذا الرجل بايع الأكفان أو كاتب الأكفان تحول إلى فقيه كبير لماذا؟ لأن نظام قناعاته تبدل قبل شنو كانت قناعته أني بايع أكفان إذا هاي القناعة كانت تبقى إلى آخر عمره كان يظل بايع أكفان ولكن نظام القناعة تغير وإذا به يتغير ويتحول إحنا كل واحد مننا في داخله أكو قناعات معينة هذه القناعات تحدده تحديد تؤطره تجعله يدور في دائرة محدودة إذا هذا النظام تغير وإذا بالفرد ينطلق يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحه ترجمة نانسي قنقر